إزاكم الله خيراً للأخ عبد الله له مجموعة من الأسئلة يقول ما معنى حديث اتقوا الملاعن الثلاث وما المقصود بالملاعن ملاعن الثلاث قارعة الطريق والظل الذي يستغل به الناس وموارد المياه حافة النهر حافة الغدير أو حافة البير موارد المياه من قضى حاجته فيها وتغوط فيها وتبول إنه يستحق اللعنة سميت ملاعن لأن الناس يلعنونه على ذلك لأنه آلاهم نعم